سيبقى المنسفة سيدة والجميع القلعة رمزة المنسفة الطبق الأردني التقليدي اللي عملته اليوم على الطريقة الكركية اللي تعلمتها من أياد سيدات كركيات استقبلوني في بيتهم من أجمل الوصفات اللي بتجمعنا كلياتنا على صفرة واحدة بجميع مناسباتنا واليوم حضرته بطريقة الكركية اللي كتير زاكية بالبداية رح حط لترين من لبن لمخيط معاهم مغلفين من جميل شعبان طبعا جميل شعبان جميل كركي مهروس ورح أضيف عليهم اللحم اللحمة غسلتها كتير منيح ومنشفتها بطريقة ممتازة من أي سوائل أو دم حطيتهم حطيت معاهم مطيبات فلفل وورق غار وحطيت شوية هيل تركتها على النار تقريبا ساعتين وأكيد قمت الزنخة إذا طلعت معايا على اللبن بعد ما استوت عندي اللحمة كتير منيح بحط معلقة من السمنة وعندي هنا إبهارات المنسف اللي بحضرها بالبيت بنحضر الرز حطيت أربع معالق من السمنة أربع معالق من زيت شعبان وأربع أكواب من رز تاجر نائعة وغسلتوا كتير منيح مع رشة ملح ورشة كركم حركتهم مع زيت أربع خمس دقايق بعدين ضفت عليهم المي وطبختهم ربع ساعة لحتى استوى معاي الرز تماما بعدين بلشنا نفرده خبزة الشراق وأطعت عليها كمان شوية خبز الشراق وبعدين حطيت عليها شوية من لبن المنسف ولابد من الطبة وفقيها نحط الرز ونصفت عليها اللحمة طبعا أنا عاملي أربع كيلو من النحمة وزينتوا باللوز المقلي بالسمنة مع شوية لبن جميد ودوقوها المنصف